أكد فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر أن جائحة كورونا كشفت عن فقر شديد في مجال الواجب والضمير والمسؤولية رغم الجهود التي تطلع بها المؤسسات الدينية في العالم ورموزها وقاداتها لتعزيز فلسفة التعاون وتبادل الخير بين الناس وتقديم مصالح المجموعة على مصالح الأفراد جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة الختامية للمؤتمر السنوي لسانت إدجو المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما تحت عنوان الدعاء من أجل السلام وذلك بحضور البابا فرانسيس بابا الفاتيكان والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل وعدد من القادة الأديان وممثليها حيث انتقد شيخ الأزهر سياسة التوزيع غير العاد للقاحات المضادة لفيروس كورونا مشيرا إلى أن الخلل الفادح في نظام التوزيع أدى إلى حرمان قارات بأكملها من الحصول على هذه اللقاحات إنتاج اللقاح وفلسفة توزيعه على المستحقين لم يكن أي منهما على مستوى المسؤولية الإنسانية وكانت النتيجة أن حصد الموت أرواح خمسة ملايين من الضحايا في أقل من عامين تقريبا كما أن الخلل الفادح في نظام التوزيع أدى إلى حرمان قارات بأكملها من الحصول على هذه اللقاحات ونحن نعلم أن الإحصاءات الحديثة تقول إن نسبة من حصلوا على اللقاح من سكان قارة أفريقيا قارة الذهب والثروات المعدنية أكرر قارة الذهب والثروات المعدنية هذه النسبة في أفريقيا هي فقط 2 إلى 3 بالمئة من سكان هذه القارة ترجمة نانسي قنقر